انا مجلة الناس الشيك مجلة الصالونات وبعين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة معفن وعرقان ورحتك تقرف يا مادام انا كنت بدرس تعليم سواء سواءة ايه ان شاء الله ليه انا ويتشتغل على تاكسي لا هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكيف وبعدين اي حد في مكاني كان هيبقى شكله ورحته كده حتى لو كان حضرتك قعد يلا بقولك قعد انا سمعت انك بتبيع بس جوسة بالليل صحة ولا لأ وانا ببيع مخدرات انا بساعد ابويا وبصرف على نفسي كمان كلام الانشة بتاعك ده تقراف الجرايد لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه طب واعيش ازاي داخل شغلانة واحدة ما يكفيش واحنا عائلة الصغير بيكبر وبعيني عاوز اقولك حاجة فشغلانة الصحافة دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافة طول عمرك حتفضل في نظر زميلك بتاع البسبوسة ما فيهو زباء كتير كانوا زي وقال مني كمان مش في الزمن ده بص حواليك وتعلم جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير وامشي منفوخ وابويا الباشا لان ده سلو بلدك دلوقتي ومعظم نجوم الصحافة الايام دي بيعملوا كده انا قلت اللي عندي تفهم ما تفهمش انت حر ما تزعلش من كلامي وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض بس اللي اتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد فاهم؟ اشتركوا في القناة